طيب الاسرة دي هتكمل حياتها ازاي هتبقى مكملة ازاي هتبقى في نفس المشكلة هتبقى في نفس الازم الاب اللي هو مريض ما بيشتغلش التوكتوك بتاعه تسرق والام اللي هي بتجري على العيال وبتشتغل في البيوت ومش مكافية الدخل بتاعها اكل ليهم والحال هيفضل وانت بقى رضيت نفسك نضلت على الفيسبوك شيرت الفيديو شتمت الست طلبت بمحاكمتها قلت لازم الست دي تتحبس ولازم الولا انت عملت كده فانت الوقت ضميرك بقى يا مستر اي لكن هل فكر الكم مليون واحد لانه المسألة كانت مبارح او مئات الالاف مئات الالاف اللي امبارح حردوا وشتموا وسبوا لعنوا وشاروا البوست تاني والفيديو تاني دول الوقت النهاردة لو جوم يعملوا على الفيسبوك كده جروب دعم أسرة أسامة الطفل ده مش بأحسن وده يعلمنا حاجة تانية انه الفيديو اللي بتشوفه البسيط اللي بتشوفه ده تحكمش عليه الأخ يعني اللي صور الفيديو وطلع ايه قالك انا يعني لما قالوله قالوله طب ما تنزل تنقذ الوقت قالك لا عصو انا في عمارة قدامهم في الدور السادس فأنا لو نزلت من الدور السادس طلعت لها في الدور التالت ممكن يكون الوقت واقع فانا عايز اوسق اللحظة عشان حق الوقت ما يضعش هو المجتمع بقى يستهبل ليه يعني احنا كمجتمع بقينا نستهبل ليه ليه معندناش رحمة ببعض الرحمة دي معناها مش ان انا نعطف بس على الناس ان انا اخي اقدر ظروفها اقدر ظروفها كام عيلة وكام أسرة في مصر ليه الاوضاع دي كام هتلاقي كتير جد بهذا الشكل فأيامة الناس اللي قامت دي انا ارجو بقى ان احنا ناخد موقف يعني انتوا عرفتوا حال العيلة والأسرة اعملوا حاجة ايجابية انما انك تستريح ضميرك يستريح مبارح انا قريت حد قالك ايه الحمد لله تم القبض على سيدة البلكونة اللي كانت هتموت ابنه اروح انام انا ضميري بقى مستريح حد كاتب كده ضميرك مستريح كده ضميرك بقى مستريح لا مش مستريح لانه مبارح انا تخيلت فعلا لما سيبت دي تقبض عليها تقبض عليها ولادها البقين هعملوا ايه مين هيعود بيهم مين هيرعون مين هيأكلهم مين هيشرابهم مين هيطمن عليهم مين هينايمهم مين فانت كمجتمع نعاني من الجهالة الكبيرة احنا مجتمع جهول احنا مجتمع قاسي احنا مجتمع بلا قلب احنا مجتمع بلا رحمة احنا مجتمع ما بيقدرش ظروف الناس التانية ويطلع يتكلموا خلا دي ستة وعيها قد ايه ثقافتها ايه تعليمها ايه وعية من الحياة الزي كل الحكاية عايزة تروح تمدد يعني على الكنبة ولا على سرير في بيتها بعد ما تهلكت طول اليوم في الشغل في البيوت ده اللي في دماغ اطلع يا ودهات البتاع استحالة يكون ده التصور المشهد غلط طبعا يعني حاش يجي يقولك انت بتقر المشهد لا اقر المشهد لكن الحكاية اكبر من المشهد اكبر من ان واحد صور فيديو اللي هو يا اخي يغور الاعلام بصراحة يعني يغور الاعلام ويغور الترند ويغور التشهير بالناس وانك انت تبقى عامل فيديو عشان انا صورت الفيديو والدافع عن ده اللي صوره عنده حق مقدرش الومه لكن انا بقول بنتعامل مع المسألة ازاي خليكو اكثر رحمة واكثر رقفة واكثر لين واكثر شفقة بالناس لانه محدش عارف على فكرة جماعة الدنيا دورة يعني الدنيا دورة انت النهاردة ممكن تبقى في وضع مالي واجتماعي اسوأ من العيلة دي كلنا بلا استثناء على فكرة ممكن تبقى في وضع اسوأ من العيلة دي فما تبقوش قاسين بالدرجة دي ده جزء اللي هو فكرة ايه احنا كمجتمع محتاج تسأل او على الاقل لو ما انتش عارف تسأل سيبي الاعلام يسأل ويجي قولك اشتركوا في القناة